إلى أخبار النادي الأهلي النادي الأهلي هو الممثل الوحيد للكرة المصرية بعد خروج البيرامدز في دور الأبطال وبالتالي كلنا خلف النادي الأهلي في مباراته الأفريقية والأهلي بيساعد المباراة مهمة جدا أمام سينبا التنزاني الأهلي عنده من الخبرات التراكمية الكبيرة جدا مشاركات ووجوده على مناسات التدويج واحد من الفرق من أهم الفرق أو أكتر فرق التدويجا بدور الأبطال بالتالي الأهل خلاص بالنسبة له البطولات الأفريقية عادية جدا في ترى خاصة في امتقالات قبلها بشوية بيسافر خالب بيبو أو بيسافر كامدر الكورة أو بيسافر أي حد من منذوب كابتن سامر عدلي بيجهز الفنادي وبيجهز الغرف وبيجهز الملاعب وبتنصيق مع السفارة المصرية في البلد اللي هي موجود فيها المباراة بالتالي بقت الأمور دي عندهم أمور عادية جدا لكنه راح أي مكان أو أي محافظة موجودة داخل التراب المصري بالتالي هيبقى فيه إن شاء الله سفرية إن شاء الله المباراة دي هتبقى يوم 29 الساعة 8 مساء على ملعب مكابا في تنزانيا هتبقى بين الأهلي والسيمبا والأهلي والمباراة اللي بعد كده يوم 5 أبريل على استاد القاهرة أيضا في العشرة مساء مجلس دارة النادي الأهلي اختار الكابتن حسام غالي طبعا بتكليف من الكابتن محمود الخطيف برئاسة البعثة إن شاء الله والكابتن حسام غالي بنسق طبعا قرر يعني بنسق طبعا مع خالب بيبو من أجل توفير أجواء أفضل للجهاز المعاون سيمبا بيطرح تذاكر المباراة أعلن سيمبا طرح تذاكر المباراة اعتبارا من اليوم الأربع وطرح أسعرها من بين 5 إلى 250 ألف شيلن نمساوي وتعد زي المباراة الأولى التي يطرح فيها سيمبا تذاكر إحدى مباراته قبل موعدها بأسبوع ونصف عن موعد المواكهة نظر لأهمية المباراة طبعا بيلعب نادي الأهلي مين بيبقى مش سعيد ومبسوط بيلعب نادي الأهلي كأجواء إنما ككرة بيبقى أكيد الآن معنا كمان أحمد علي المتحدث طبعا رسمي لنادي سيمبا التنزاني بيقول سائمنا من الدور ربع النهائي نريد التأهل إلى الدور نصف النهائي إن كان الجو مشمسا أو ممترا وحتى في رمضان والصيام نريد التأهل لنصف النهائي أقول للمشاجعين إذا لم تأتوا لمشاهدة مباراة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال فمتى ستذهبون إلى الملعب عنده حق طبعا يوم 29 مارس هو يوم القتال من أجل سيمبا أيضا القتال من أجل أهلي سيمبا في دور المجموعات ليس هو سيمبا الذي يلعب في ربع النهائي سيكون سيمبا جديد سيكون سيمبا الذي يرود الوصول إلى نصف النهائي هنشوف صعب قوي في مواجهة الأهلي أعتقد حاجة صعبة فوزنا مرتين على الأهلي في ملعب مكابا وكان ذلك بسبب الجماهير ذلك بأن السلاح الأول لنا هو الجماهير إذا أتينا إلى الملعب وقمنا بملء المدرجات فسوف نحقق فوزا جديدا دعونا نتذكر أننا لا نحتاج فقط إلى الفوز بل نحتاج إلى فوز كبير لنتأهل إلى نصف النهائي فإذا فوزنا بالكثير من الأهداف على ملعبنا فلم يتمكنوا من قلب النتيجة علينا حتى وإن لعبنا ثلاث أيام في مبارات الأياب حقك قول اللي أنت عايزه قول عمل اللي أنت عايزه إنما تلعب ثلاث أيام ومش ثلاث أيام ده هم تسعين دقيقة وإن شاء الله تبقى النتيجة في المبارات الأولى إن شاء الله في جانب النادي الأهلي وأيضا في القاهرة ما تقولش كده الأهلي لما زنق في مبارات الهلال وبعد كده ورات الوداد أعتقد أو الرجاء اتملت الجماهير على آخره في استاد القاهرة جميل الأهلي جميل وعية جميل الأهلي جميل كبير عارف إمتى تبقى متواجدة وإمتى بتدعم وهي بتدعم الأهلي آه طول الوقت لكن في المواقف الصعبة لا بيتواجدوا بشكل كويس جدا وكل الناس بصراحة الأمن والتنظيم والاستاد القاهرة وكل الناس لما بيلقوا النادي الأهلي محتاج جماهير ومحتاج دعم بهم موجودين في الزمان والمكان وزي ما قلت من شوية أن الخبارات التركومية النادي الأهلي يتقول لسينبا ولا تنزانيا ما احترامنا طبعا لكل البلدان وكل الفرق لكن النادي ألي يبقى واحد من أهم فرق القارة الأفريقية